شلالات الشيطان هي مجموعة من الشلالات الضخمة التي تقع على نهر جوازو على الحدود بين البرازيل والأرجنتين وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في أمريكا الجنوبية وتشتهر بقوتها وجمالها تتكون شلالات الشيطان من مجموعة من 275 شلالاً فردياً والتي تنتد على طول اثنين 7 كيلومتر أكبر هذه الشلالات هو شلال الحنجرة العميقة والذي يبلغ ارتفاعه 82 متراً وعرضه 150 متراً يقال أن شلالات الشيطان كانت معروفة لدى الشعوب الأصلية في المنطقة منذ قرون ولكن لم يتم اكتشافها رسمياً حتى عام 1541 عندما زارها المستكشف الإسباني خوان دي أسكوينا تم إنشاء حديقة وطنية في شلالات الشيطان في عام 1934 وهي واحدة من أكبر الحدائق الوطنية في العالم تمتد الحديقة على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً وتضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات تقع شلالات الشيطان على نهر إجوازو وهو نهر يمتد على طول الحدود بين البرازيل والأرجنتين ينشأ نهر جازو من جبال الأنديس ويصب في نهر بارغوايل تقع شلالات الشيطان على الجانب الشرقي من نهر إجوازو في البرازيل تمتد الشلالات على طول اثنين سبع كيلومتر ويبلغ عرضها في بعض الأماكن 150 متراً تقع شلالات الشيطان في منطقة جبلية ترتفع الشلالات نفسها حوالي 82 متراً فوق سطح الأرض المناخ في منطقة شلالات الشيطان استوائي يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية حوالي 22 درجة مئوية تسقط الأمطار بغزارة في المنطقة حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي حوالي 2000 مليمتراً تضم شلالات الشيطان مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات تشمل النباتات الشائعة في المنطقة أشجار المانغروف وأشجار النخيل والأشجار الاستوائية الأخرى تشمل الحيوانات الشائعة في المنطقة الطيور والزواحف والثدييات يعتقد أن الشعوب الأصلية في المنطقة كانت تعرف شلالات الشيطان منذ قرون ولكن لم يتم اكتشافها رسمياً حتى عام 1541 عندما زارها المستكشف الإسباني خوان دي أسكوينا في عام 1903 تم إنشاء أول حديقة وطنية في شلالات الشيطان تم إنشاء حديقة وطنية أخرى في عام 1934 وهي تمتد على مساحة 250 كيلو متراً مربعاً شلالات الشيطان هي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في أمريكا الجنوبية يزور الشلالات ملايين السياح كل عام هناك عدة طرق لرؤية شلالات الشيطان يمكن للزوار المشي على طول جسر يمتد فوق الشلالات أو يمكنهم ركوب قارب بالقرب من الشلالات تلعب شلالات الشيطان دوراً مهماً في الثقافة المحلية تعتبر الشلالات مصدراً للفخر للسكان المحليين وهي وجهة سياحية مهمة تلعب شلالات الشيطان دوراً مهماً في النظام البيئي المحلي توفر الشلالات موطناً لمجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات تواجه شلالات الشيطان عدداً من التهديدات بما في ذلك التلوث والتغير المناخي يتسبب التلوث في تدهور جودة المياه في الشلالات يمكن أن يتسبب التغير المناخي في زيادة هطول الأمطار مما قد يؤدي إلى فيضان الشلالات تبذل الجهود للحفاظ على شلالات الشيطان تم إنشاء حديقتين وطنيتين في المنطقة لحماية الشلالات تفرض الحدائق الوطنية قيوداً على النشاط البشري في المنطقة مثل الصيد والتلوث كما تشارك الحدائق الوطنية في برامج تعليمية لرفع مستوى الوعي حول أهمية الشلالات شلالات الشيطان هي عجيبة طبيعية رائعة إنها واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في أمريكا الجنوبية ترجمة نانسي قنقر